موسيقى كل عام وانتو بخير مشاهدين وعساكم من عوادة وتقبلوا عمالكم طبعا حرصنا في شاشة تلفزيون الكويت على تقديم كل ما يرضيكم من برامج ومسلسلات اختيرت بدقة وانتمنى انها حازت على اعجابكم اليوم احنا في ثاني ايام عيد الفطر السعيد نرحب فيكم ونقول يا حلو يا معتنا وبسمكم ارحب بالفرقة الموسيقية بقيادة الماسترو دكتور ايوب خضر كل عام وانتو بخير وعيدكم بارك بخير بصحة والسلامة طبعا في البداية اقدم اسماء ايات التهاني والتبركات لحضرة صاحب السماء امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الشيخ نواف الاحمد بعيد الفطر والشعب الكويتي اجمع حياكم والله اغتيح دكتور يعني احنا انت عارف ان احنا باجواء عيد فودنا يعني نعرف ونتعرف على استعداداتكم انتو في عيد الفطر السعيد اكيد في جدول معين بالنسبة لكم نعم صح احنا عادة كل عيد يكون عندنا حفلات ومهرجانات موسيقية ان شاء الله هالعيد عندنا في مركز جابر حفلتين راح تكون مع الفنان الكبير عبدالله رويشد والفنانة اسمال منور والفنان اصيل ببكر سالم والفنانة اصالة ان شاء الله في ثاني ثالث العيد ان شاء الله يعني هذه العادة نحن اللي نسوي عادة في كل عيد الاحتفالات يعني ترتبطون في حفلات معينة نعم نعم كل عام انتو بخير وانتو بخير وايضا يعني نقول حق الشباب اللي موجودين معكم يعطيكم الالف عافية وكل عام انتو بخير وعيدكم مبارك واكيد يعني راح نوعد أستاذ المشاهدين بسهرة جميلة ممتعة من خلال برنامجنا يا حلو يمعتنا راح نتعرف على ضيوفنا ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أرحب بضيوف اللي مشارفيننا ومنوريننا اليوم في حلو يمعتنا وبداية مع نجوم مسلسل غرس الود الفنان والمخرج علي العلي حياك الله وعيدكم مبارك أيام سعيدة إن شاء الله والله يحييكم ويعلك الأيام لكويت إن شاء الله أفراح وعياد آمين يا رب عبد العزيز بهبهاني شلونك الله يسلمك خليك كل عامة بخير وانت بخير عيدكم مبارك أيامك سعيدة طبعا زملائي مدفع الإفطار طلال ماجد ونجيب القحطاني حياكم الله بدعتوها السنة الله يطول بعمرات الله يحييت وانت مشكورة انت والأستاذ العامل بالبرنامج أنتو اخترتونا مع النجوم واليوم علشان نطل على الناس بالعيد ونعايدهم بثاني يوم من أيام العيد وكل عام أنتو بخير أنتو نجوم أصلا الله يطول بعمرات أرحب فيك أول شيء يقول كل عام أنتو بخير ورحب في الضيوفني الموجودين معنا والفرق الموسيقى يعطي منها وكذلك الجمهور اللي يتابعوننا وتابعين تنزل الدولة الكويت نقولهم كل عام أنتو بخير وتغبل أطاعتكم نحن نشكركم على هذه الضيافة الحلوة ونحن ما بدعنا من هذا الشيء لأننا كلنا فريق عمل كامل وهذه الضيافة الحلوة رح نكون إن شاء الله ضيوف خفيفين على هالجمهور اللي يتابعوننا على الشاشة الفضائية في ثاني يوم عيد الفطر ونقول حقه زميلنا بعد سعد الخلف كالعام وهو بخير عنده ظروف منعته أن يكون معانا اليوم بس أكيد هو حاضر معانا من خلال طبعا تواجدة في هذا العمل المميز اللي أكيد رح نتكلم عنا ونسولف عنا بعد شوي بعيدا عن الأجواء الرسمية نبي نسولف ونتكلم أنا بسألت أول عن الطبق بعيدا عن الطبق قال المخرج أن أنت مسويته حياكم أطبق على ما تتذوقون الحلو اللي أنا مسويته بيدي دعونا نطلع فاصل موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة وعيد وكل عام أنتم بخير ما هي الأشياء التي تحرصون عليها في هذه المناسبة السعيدة وأبدأ معك علي أكيد الواحد يحب يتزاور ويروح لكن بسبب ظروف شغلنا أنا يمكن آخر مرة معيد 2004 أو 2005 يعني إذا لحقت ساعات تلاقيين قبل أروح المسرح الصبح أروح أزور مثلا وعيد وأطلع وأروح المسرح وإذا عندي مسرح طفل شوي أهون يعني ألحق على زوارة الليل مثلا ألحق أروح زوارة الليل وفرحة نوي الناس نشوفهم بالمسرح بكثر من عرض باليوم وفرح مع فرحتهم أبد العزيز والله لا هذه السنة أنا ما عندي مسرح فهالسنة زوارات وقع شوف الأهل يعني من زمان أنا ما كنت أشوفهم عدل بالعيد لأنه بحكم شغل المسرح عندنا كل سنة لكن هذه السنة لا يوجد مسرح فعندي الزوارات أهم وأن تشوف مع العائلة خصو زمان باتشر بعد أنا مسافر فقال أستغل هاليومين هذي لما عليها لشوي تروح ترجع بالسلامة الله يسلم ضلال نجيب أنا والله بالنسبة لي يمكن الخمسة السنين هذه الأخيرة صارت اهتماماتي وايد على موضوع الأيتام دور الرعاية المسنين فصار عندي ثاني يوم العيد هذا أساسي يكون عندنا مع مجموعات تطوعية زيارة للمرضى في مستشفى الأطفال أو في دور الرعاية مجمع دور الرعاية وسوي لهم مشاعر أشياء حلوة نشاطات نشطة خفيفة على قد المجموعة يكون معنا عشرين شخص كل واحد يب من بيتهم شيء حلو يعني اللي يب طبق حلو اللي يب ورد اللي يب مصاحف يوزع عليهم فتكون أجواء جميلة أنا حس من داخل قاعد أغذي هذا الجانب يعني أحس أن الدنيا وايد خذتنا عن هالمواضع وحس أن دور المذيع الحين خلاص ما عاد أنه بس برنامجة وكذا لا صار تواصلة أكثر الإنسان مع الجمهور وهو المهم ومو أي جمهور الجمهور اللي أهمها يعني اللي نحن قاعدين نروح لهم بالمستشفى تلقينا ثلاث سنين ما طلع من المستشفى فتخيلي بني آدم ثلاث سنين وتيفاتت على الباب وتقولي لعيدك مبارك وتضحكين معاه ونحازيهم ونقولهم قصص أو اللي بدور الرعاية أو يعني نختار أماكن ناس محتاجة لبهجة ناس محتاجة لفرحة نحاول نوصلها لهم حلو حلو جميل جدا نجيب نعم أنا يعني دائما الصبح لابدنا صلاة العيد بعد صلاة العيد شيء أساسي وضروري أروح عند الوالدة عسى الله يحفظها آمن وحط لنا فطور العيد هذا الشغلات الحلوة حط لنا الشغلات الراهش والبقص والدرابير هذا لازم كل عيد بشار رأس الله يحفظها حط لنا شغل عقوبها إذا نحن عندنا برنامج مثلا في العيد روح برامجنا لكن إذا ما عندنا برنامج نتم على أهل وبعدين نروح نعايد على أهلنا الموجودين وقاد العيد ضروري الكل الإخوان والخوات لازم الظهر موجودين حق قاد العيد هذا الزوارة ضرورية ونحرص عليها في العيد عيد الفطر السعيد بعد إذنكم عندنا ضيفة حابة أنها تدخل معنا أيضا حيا الله من زارنا حياة الله تفضلي حياة الله تفضلي بطلة من أبطال مسلسل غرس الود حياة الله عليكم السلام حياة الله تفضلي أكيد لنا نصيب شوي الله أعلم حبيبتي حبيبتي طبعا سعيدة جدا بتواجدكم وأنا يعني وايد بصراحة مستنسى أنكم قبلتوا هذه الدعوة يا سكنا قاعدين نسولف عن شلو الأشياء اللي تحرصون عليها في أجواء العيد العيدية ضروري قبل كنا نأخذ الآن صارنا نعطي يعني نحاول نتهرب من هذا الموضوع تتهربين نزين هل يلمحون لتياسة يدي تبارك تعطيهم عشر هم مراضين لا أعلم أحساب في البنك هذا هو يعني نزين ودنا بعد السؤال المشترك اتفقنا أن نتعد عن الأجواء الرسمية سوالف بيننا وبين بعض بما أنه أجواء عيد يعني شنو اللي اختلف العيد عن أول اللي اختلف الحين عن أول قبل أونس شلون نقعد الصب أول شيء أول شيء هدوم العيد هذه لما نتي نقعد ننطر مثلا بنلبسها حلو بعدين ننطر الصب هطلع علشان نتسبح ونلبس ونروح نسلم عشان نستلم العيدية ومتن بروح بيت خوالنا وعوامنا وزوارتنا وعشان نستلم عياتي وعشان يشوفوا ملابسنا اليديدة هذا لازم ولازم كشكش ها ايه مروري وش هو يتلغب وكشكش هذا لازم صح لازم نستطيع ردو عليه الحين كل يوم أسأل أختي يقول له شنو اللابسة تقول لا ردو عليه ردو شسمه هذا الجيبون من اللي بطيب هو هو الحين لا تقعد من النوم تنطر يلا وين العيد ياشدع ونطرون نتريق نسلم نبوس ما فيه ما يعطون على طول افد طبعا المتواصلين معكم انا ترى انا اللي مساويته الحلو طلق ايه بليني انا مساويته اوكي احاول اتفا يعني ودي اذا تتفضلين اوكي اتفضل يعني اجربة ايه اجربة انا جربنا ترى انا مساويته دايت معادي خفيف خفيف شكرا في الموضوع بس ان شاء الله تكون شكة في الموضوع شوفي ياصل الانتكالاتي راح تعترفين مقالب يعني راح تقولي لنا كل شي كم اجهز بالمسرح بطلق مدفع الفطار بصراحة هالسنة يعني قدمت المعلومة والمتعة يعني بنفس الوقت انزين عن طريج الاسئلة اوكي الاسئلة كانت وائد حلوة وفيها ثقافة وتراثية والمشاهد التمثيلية شكرا وانتنا نتكلم عن هذا الموضوع نعم يعني اوشي نوجه رسالة تشكر مثلا تفضل نزمين الساعد الخلف يعطي العافية المفرد يكونوا موجود معانا في هذا برنامج فاقدين ان شاء الله نتقي معاك لكن نقول لك العام تبخير وعيدك مبارك في عيد الفطر السعيد السنوات اللي طافه كان البرنامج تميزك صراحة هو لا نقول حق ربعنا كان جدا مميز لكن هذه السنة وضعنا فيه لمسات جديدة يمكننا وطلال وساعد كنا نكون قريبين من هذه الععاب كفي العلعاب الشعبية حطنا فيه الأمثال الكويتية القديمة البيت القديم اللي موجودين احنا موجودين فيه وتمشون ورانا تلقين الكندرية ورانا القفاص موجودة الحلوات موجودة الشغلات الموجودة الكمبارس الموجودين سئراتنا كانت ترفيهية جملة جدا تراثية حتى الجواز ما شاء الله عطال والألعاب وانا قاعدت تابع لما نحط وحطين انتم فيه دكان محطوط عليه اسم لعبة فقاعدت نقيا اي واحدة فيهم قتلا ولا واحدة فيهم وموجودة هذا أحب اللعبة المشكلة يرأتني أقف مثلا كادرت ثابت سهرة لا ما عرف أتحرك فهذا يمكن شيء حلو وميزة لكن أحيانا أنسني عن الهوى ألعبوا وحيلة فالمخرج يعصب البنات ليلعبون حيلة انت شاء تلعب حيلة وفعلا ردود أفعال كبيرة مشاعر على المتابعة والعام على فكرة خذ البرنامج أعلى نسبة مشاهدة وأتصور بعد السنة إن شاء الله لنتعرفين الريتنج والقنوات يطلعون هذا بعد رمضان يبين أكثر البرامج مشاهدة وكذا لكن العام وأنا خذت جائزة أحسن مذيعة على فكرة عنها البرنامج فالروح حلوة الأستاف حلو إخواني نجيب وسعد تلقين في روح محبة القائلين المخرج خلاص انتقل وصل نجيب تلقين على طول سعد في روح حلوة والناس حاب بنا يعني ما تصورين حرام يعني الناس من الساعة ثانتين ونص ثلاث بالحر وصايمين يعني قاعدين يروحون المدفع وينطرون لا ويصورون السنابات من المكان يعني لقين حب لقين في وائد أشياء حلوة يمكن عوامل دعونا نسمع موسيقى حلوة ونرجع الله عد فرقتكم عجيبة نبي حل جمعتنا تانزين إيه والله إذا خلنتوا أخلني وياكم يا حلو يا معتنا يا الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة من ضمن المسلسلات التي عرضت على شاشة تلفزيون الكويت وكان عرض حصري هذا المسلسل أبي عرف ما يميز هذا المسلسل عن غيرها من المسلسلات ويستطيع أن نقول أن هذا العمل يستطيع أن يوصل دور الكويت الإنساني والاجتماعي الاقتصادي على مر العصول خصوصا أنه قائدنا هو قائد الإنسانية من هو يجاوب؟ نحن اتفقنا أنه سؤال شوفوا هو غرس الود أحنا ما فيه أن يتكلم في حقبة زمنية تقريبا ما رح يقول لكل بس تقريبا نصنا من جيلنا إحنا وما حضرنا فلما ينا نشتغل ونعرف اللي قاعد يصير والأحداث اللي صارت وكان في حرب الصامتة وأشياء للأمانة أنا ما عرفها ففي النسبة لي أنا هذا يعتبر نفس الفيلم الوثائقي بس بطريقة سلسة أكثر يعني ممكن توصل للصغير والكبير خاصة إذا كان تمثيل الجمهور رح يتابع الكلب يتابع بيشوف هؤلاء شو نعندهم وفي معلومات موثقة هذا المهم يعني في الموضوع ياسي لما يتشأل سؤال بعد ذن أختي المشاعر لازم مذيعين لازم تحس الحال نحن ثلاث مذيعين وثلاث ممثلين أبي لا لما يتشأل مثل تاريخ أو حقبة زمنية منوما راجعكم يعني ترجعون حق كتب تقريين ولا تعتمدين على النص اللي مكتوب يحطون لكم نوتس أسمع هادر باركم كذا 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 أغلب الأعمال التراثية لازم يكون فيه معانا فنان عاش الفترة حلو تصدف لأنه مو بس تستفيدون منه وفيه مصطلح مفردات لا نعرفها صح يعني فيه مفردة الله يذكره كان أستاذ جاسم النبهان قال لنا إياها عن ليلة رمضان يعني هي نطقها نطقها يقول لك يا أنها ليلة رمضان يا أنها ليلة العيد فلازم أحد يصلح لنا نحن نتواهق بالأسئلة ترى اللي يعطوننا مدفع الإفطار عندنا علي بن حيدر من مسي بالخير وهو متخصص بالتراث ومعانا يوميا ففيه أشياء صعبة نقولها مثل الحبات يعني مهنة قديمة وأصيلة وناس قاوموا فيها تخيلي أثريه هو اللي يسوي الكتب اللي يسوي الكتب ويسمونه الحبات اللي هو يعادة ترميم الكتب اللي يحط لها الأغلفة فأنا كنت على بال أنه الحبات لا لا هي الحبات فهي قاعد يراجعون يعني تفاصيل التفاصيل خصوصا أنك قاعد تواجهين كاميرا وفي جيل قاعد يشوف يجب أن يأخذ المعلومة بالنطق الصح وفي جيل أصلا عاش هل لما ننطقها يقادي ويركز 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 عليه ما يرضى طبعا أحد موجود أحيانا الصور في بعض الأماكن مثلا في لبنان يوم صورنا كان الريفرنس صور حق اللي كان الكافي مثلا وهقاوت للركن كانوا الكويتين عندما يذهبون هناك بالستينات والسبعينات يقعدون فيها نفسها موجودة الألحية موجودة وخبرنا فيه وين تكفو هذه الجوة؟ ونفسها ما تغير وللأشكالها من الصور مثلا الستينات والسبعينات منتها بدت الغترة تصير سبعة منتها مرزام كان أول بس شارب ولا لحية منتها بدأ يصير سكسوكة فهذه الأشياء ندقق كنا عليها وطبعا الأستاذ المخرج ويانا ما شاء الله أستاذ خلط في البحث ما لكان وافي لدرجة لما نسأل أي سؤال أمانة كان جاوبنا دايركت دايركت يعني مو متساهل ولا تفصيل منزين علي أنت حين مخرج نعرفك مخرج وخذت التمثيل خذت هذا المجال ما تقبلت أن يكون في فوقك مخرج؟ لا وما أخذ جواز أنا تونيك عن تقوله لحظة ما أدروا بالكم هو مخرج مسرحي مخرج اللي فوق تلفزيوني مخالج لا غير هذا سؤالي شوني طيعة إذا هذا قال أكشو لابد أن نطيع حتى بالمسرح مهنية هي مهنية أنت اليوم لما نأتي تقبل أي عمل تكون مقتنع طبعا أم كلهم أساذة طبعا طبعا أنزان؟ لا أستاذ خلاله في أستاذ كبير والنعم في مخرج هو اليوم لما أنا أوافق على عمل كفنان قريت النص وأعرف من المخرج من الفريق اللي وياي مجرد ما أقول أنا معاكم خلاص أنت عندك الثقة الكاملة بالفريق كله بدأ من الأستاذ المخرج نزولا إلى أصغر أعضاء الفريق من يكون لازم تكون متعاون أو تقول أنا لا أشتغل لكن تقعد سواء على خشبة مسرح أو مايكروفون أو جدام كاميرا وتعايي المخرج لهذه لا مهنية ولا خلقية ولا أي إن كان فأنا أعتبر نفسي محظوظ أنه بالتجربة الأولى أكون تحت قيادة مخرج مثل أستاذ خرف العنزية أمانتها كيف شرعت التمثيل؟ أسهل أو أصعب؟ هو ما أسهل وأصعب كل تجربة تشدية لها لذتها يعني ممكن أنك تعيد التجربة مرة ثانية؟ إن شاء الله ممكن؟ كان ممثل أحب المجال أحب المجال طبعاً ضمينا أتعود يوجه أحب يتوجه أنتوا أخذوا ثابكم وأنا أمثل بالإذاعي بشي اللي طابت عادي كلها نحيب وطلاغ ما تفكرون أنت مثلون؟ أنا تدري يمكن أن نعرض وائد نصوص واحد منهم يمكن كان فيلم أنت سويته زمان تذكرين كان نعرض وائد لا أعلم لماذا الشركات يعني شايفين فيني ممثل وأنا أريد أن أمثل بس ما أدري أحس أن الأدوات صعبة بس أنا طلعت ممثل في جدار القلب مسلسل مصري مع الله يطول لنا بعمرها مدام سميرة أحمد يعني شافتني كنت أصور بالمدينة الإعلامية وصدفة كان لبرايك مالها من الأربع إلى الستة أعتقد أو من خمسة إلى سبع فكانت تشرب القهوة عند تصوير مالنا فكل يوم تشوفني وتقولوا من الوداء قالوا هذا مذيع كويت قالت لا أنا أريد أن يمثل قالوا يبا ما يمثل كل يوم يجيني مخرج منهم أقنعوك المهم أنني أنا مثل دور هو تمثيلي أن دور مذيع وحرب تصير وولدها يعني أنا رح أقول الخبر أن ولدها انخطف وصارت لها مشاكل يعني دورك كان كان مذيع بالتمثيل نجيب لأيب لك نص أنا الله يسلم يمكن زميلة مشاعر لأنني كنت قبل تقريبا ست سنوات أو سبع سنوات تمثلت دور محامل أوكي وبعدين تدني دور المحامل أنت لابد أن تكون منحاز إلى قضية معينة إلى شيء معين فستغربت أنا قلت شون ده الشيء تتمثيلي شوفت متحب متحب يعني أنت تقعد من الساعة واحد الظهر للساعة تقريبا 12 بالليل أصور لك مشهد أو مشهدين يبقى الساعة وإننا نكون في الإذاعة وإننا لدينا برنامج خلال ساعة ساعة ونص خلاص هذا البرنامج فشفت التمثيل متعب يعني أنت مشهد واحد وقبل لابد أن هناك مشاهد أخرى يربطونها مع بعض جدول فقلت لا لا تمثيل صحب صحب جدا زرح نبدل إمانيا نحن أقول ممكن أن تبدلون الأدوات لا تعبنا نأخذ بري ممكن أنكم تتوين برنامج وما تتفطرون مع أهلكم تتفطرون مع الجمهور ممكن يلا قولي لا يا شخص صعبة هذا يوم ينجري لا أنا من الناس لا أعمل مسرح برمضان عشان سالفة يا تاكل لقموتك وتركض على بروفا يا أنت أريد تكون في بروفا وطوف الفطور والدنيا تروح صحيح أقدم برنامج بس مو وقت الفطور بعد الفطور ترى أقول لكم شغلة معلومة وأكيد أنتم تعرفونها أننا نعمل برنامج لايف وعلى الهوى بوقت يسمونها طبيا الدكتور قال قال الله يعينكم هذا يصير فيها لو شغر عند البنياء طبعا أنت نعسى أنت صايمة حتى الإدراك العام ردات الفعل تصير عنيفة على الإنسان رضيت ولا ما رضيت يصير عصبي تحس بليوع طلال كنت صدقين لا تعالي أقول حق نجيب أقول إحنا قبل أن نطلع الهوى نحس أننا يواع أو تعاب من يقول أكشن خيال عندنا مشهد من مدفع للطار خلق نشوفه ونرجع هي البداية ثم يتوالي الأثر عاما بعد عام ويستمر الأجر طوال الحياة وبعد الممات إلى ما شاء الله وقفك يدوم وقفك يدوم ابدأ بالوقف ترجمة نشوفه ونحسن وقفك يدوم أوه طوال ونجيب يعني أريد أن نتعرف على بعض المواقف الطريفة التي صارت معكم في مدفع للطارات أنا أستلموني مقاطع أصلا كثير حتى أقول حق الشباب أقول الله يسر اليوم شنو بيحطوا لي مقطع يعني ولا اللي مع الأطفال فيه وايد مشاهد وفيه عوار قلب بعد يصير مشاعر يعني الطفل اللي طاع غشيان على الهواء لأنه كان صايم فيه طفل لا هجم علي ولمني وقام يحببني إحنا نحبك فيه وايد بس المقاطع اللي تنتشر أكثر اللي هي أنا أتكلم انجليزي او ماي جاد أنا عرف انجليزي او راكم عليه تخيّلني ما عرف انجليزي والبلوة الأمريكي اللي قابلتها قاعد أقول له والمخرجي علمني قاعد قلت له متكفون اوكي أنا قابلة بس ها انتوا قولوا لكلمات وأنا ركب عليها الجمل فاللي قابلتها الأمريكي قاعد أقول له هل تفهمني؟ يقول لي يا صحاة لا تفهمني وأشوف في التعليقات�ال نفس أنت، صاروا شراحة ي schedule م playlist و homeland نجيب ما يصير صحك و بنسوله حتى المطاعم اللي يقولها طلال كان يقولها باللغة العربية حق الإنجليزي الإنجليزي طالعت شديد ايه أردتها يقول المطاعم الأفناني يقول وهو كعربة هو صغير لي هذا مبلغ 50 دينار من بيت التومып آفت حتى الجمهور اليون نحن دائما نكون موجودين أنا والطلال وساعد لابد أن نكون موجودين قبلها تقريبا ساعة أو ساعة ونصف عساس أننا نجهز نفسنا نبدل ملابسنا نعمل بعض الإبرافات البسيطة اللي موجودة يعني ما شاء الله البرنامج كبير جدا ست مخرجين ست معدين فريق عمل عمل كامل خلية نحل موجودة يمكن الناس يشوفون طلال وشوفون نجيب وشوفون ساعد اللوكيشن كلها يعني متروس ما شاء الله اللوكيشن كلها يعني يشوق بصراحة ولا يوم طاق على المطر ذاك اليوم شيء عجيب شون تعاملتوا مع الظروف الجوية أنا المصور عطاني أنا سمعت أنك أنت مسكت أمترالة إيه المصور رحمني عطاني مظلة قال لي هاك يا طراء لمسك المظلة لمسك المظلة والمطر ينزل ونجيب هناك صوبي كان حلقتها بس على فكرة ما كان نبين إيه كل ما كان نبين تخيلي بعدين لما أنتم تشوفوننا لا أؤخر المظلة بعدين أرد المظلة ونجيب مسكين مطاره أنا شعر بعت الحلطة قلت لهم ما نعود على المطر أيام يوم المطر اللي علي الكويت قبل فترة اللي كنت أنا موجود عند جسر المنقف وكنت أنا أعطي رسالة بباشرة على الهوم باشرة من أمام جسر المنقف وكانت مطرة قوية اللي أعطي قبل فترة الأخيرة فقلت يا جماعة أنا بالعكس أنا مستانس على المطر والجو كان عجيب يعني جدا عجيب حتى الجمهور الجمهور اللي معانا أنا قاعد أقول ممكن الجمهور خلاص المطر بيروحون لا والله الجمهور موجودين حابين 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 تحت المظلة نجيب وطلال حط الشمسية فمخرجين يقول لها طلال ما يشير تطع انت خربت اللوكاشن انت خربت القديم شنكو الحمدينيدي في فيلم جانا الران التالي انتقل حككم ماكو عمل يخلم الانتقادات تتقبلون النقد بصراحة بس إذا كان في مكانه يعني خصوصا لاحظنا انتشار البعض اللي يطلق على نفسه ناقد فني في السوشال ميديا تمام تتقبلونه إذا كانت عقل صح إيه هو في ناغ وفي وجهة نظر حلو لما نقول ناقد يعني رأي علمي مبني على شيء معين لما نقول وجهة نظر أهلا وسهلا يعني بالنهاية نقدم العمل حق الناس فطبيعي الناس لها ذوقها لها رأيها بس لما أنت بتي تقولي أنا ناقد كلمة عودة ولا أمنى أحد أن يقول رأي أي أحد يريد أن يسوي أكاونت يريد أن يتكلم بشكل شخصي لا يوجد مشكلة مدام في إطار الأداب العامة والكلام المباح لا يوجد مشكلة لكن هناك ناس يقول مصطلحات عجيبة غريبة وهو لو يعرف تعريفها وما يقولها عرفتي شون فكلمة ناقد عودة لكن أنا لا أسمي ناقد أسمي وجهة نظر وكل وجهة نظر تقال بأدب تحترم وتقدر حتى لو اختلفنا وياها لكن يبقى ترد عليهم أنا هذا السؤال الذي محيطني أنا لا أرد عبد العزيز أنا سلوب الشخصي يحدد إذا أرد عليه أصدق كل شيء والله أنا وجهة نظري أنا أي بني آدم يقول وجهة نظري سلبا أو إيجابا أخذها بعلا اعتبار وفكر فيها صحيح ممكن يكون هو شايف شيء أنا ما شفته وقت اللي أنا قد أشتغل بالعكس هذا بالنهاية أنا سأتطور مع نفسي ليس بالضرورة أرد عليه أو لا أرد عليه ممكن أرد عليه أو أشكور على الملاحظة إذا كانت مكانها لا إذا كانت مكانها عبد العزيز وأكاونت في مليون لا ونشرين لك مقطع لو في مليون أو في واحد إذا قال كلمة تفيدني وتفيد العمل أخذ فيها صحيح أنا يقولولي لا لازم ترد وارفع قضية أنتو تعال بسألك أنتو الأربعة أنتو الخمسة بعيدا عن هالأمور نحن بالعيد بالعيد نحن أجواء العيد الحلوة كيف نحن بالعيد ويا حلوية معتنا بعيدا عن هالأمور ما هي الأدوى أو ما هي الأدواركم في أدواركم أنا بالنسبة لي الشخصية لا علاقة بالكوميديا نهائي وعلى 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 كالشي عارفة خصوصا هناك فترات زمنية مختلفة مثلما ذكرت التصوير الكويت ولبنان ولحدات من الستينات إلى تسعين يعني إلى آخر تسعين إلى أغسط تسعين آخر ثمانين أول تسعين تسعين إلى أثنين ثمانين تسعين يعني آخر تسعين أشتخيل ما عرف للتاريخ لا عرف سلام جالله الحلو كان في الدور بالنسبة لي أنا عطي مثل جيد أنا شخصية التي سويتها بدأ إنسان جدا بسيط موظف بسيط تنتهي في أن يكون له أسهم بالشركة التي كان موظف بسيط فيها كان شريف بوقت كانت تحتيد فلوس ويثقون فيها أصحاب الشركة كان يقدر لا يبوق أو يسوي أي شيء إلا أن يوم خاف الله بشغله والتزم وجد واشتهد الله رزقه منه وصعب واضع فهذا كان مثال وايد حلو إنه ينطرح شيء حلو كان أبل العزيز دوري اللي شدني فيه صراحة هو النص بشكل عام نادر تلاقي النص يتناول قضية تاريخية وتأثيرها على المجتمع حزتها لا أتكلم سياسة وهو حدث صار تاريخيا وشنو تأثير على المجتمع حزتها فأنا الشخصية نادر ما يتم كتابتها بالإدرام أنه عندك واحد مهتم بالفلسفة والسياسة ويحاول أنه عنده طموح بحيث يكون عنده طموح سياسي بالكويت لكن الأحداث التي تصير أثناء الستينات والسبعينات والثمائينات كانت الأحداث وراء بعض تصير في المنطقة العربية فكانت تأثيرها على المجتمع كان يأثر سلبا وإجابا على المجتمع فتصير عوائق وتصير أشياء حلوة فهي الفترة الزمنية والشخصية وطبيعتها شيء مختلف أنا لكل مرة نشوف أنا لا أقول شيء يديد وشيء مختلف هذا الذي يشدني الموضوع مختلف الأمل في رسالة أكثر من المسج حلو يعني من ضمنهم مثلا الموضوع الصامتة الذي صار كان فيه عندهم صديق هو يعني عراقي فلما نلتق ويقول أنا ما توقعت أنك يعني بنوصل أن الشعوب الشعب مو مسؤول عن الأمور الأخرى نعم الأمور الشعوب بالنهاية واحدة وإخوان طبعا عندنا مشهد من المسلسل سنرى ونرجع وبوش ما تدري ما يفكر فيه وعبد الله ريال حكيم ويفهم في السنة في لحظات ما نقدر ننساها أحبك في لحظات هي ما تنساها هذه اللحظة من أينه هذه مبلح هذه حياة هذه حياة أنت يا عبد الله مثل السيف حاسم حاض يا بالغمد يحميه ويحمينه منه وأنا اللي بكون هالغمد دامني عايش وموجود حنان قلب ورقة أحساس وعيون يبحر به الشاعر البعد يخافه يغيب عن دنياه ويغادر الكون ينسى مكانه والزمن والمسافة ساعات والدكتر السياخ يحتلوا على صخر سيبير توفيق تطلع بالتلفزيون أحيانا للعقل يسيطر على الجسد والعاطفة يحاول يعطل الجسد ويخدر العاطفة الله أعطاك ثلاث عيال اثنين لك واحد ستير طلال ونجيب شنو تابعتم من المسلسلات ولا مدفع الأقطار ما خلاكم تتابعون شيء لا تجاملوا لنا لأننا ما تابعنا لا ندري شافوي عافية والله ما أقول لكم بالنسبة لي لا بصراحة ما تابع لقطات يعني شوف أم طلال شي مسوية بمسلسل هالي هو أبي ناص أو أنا عندي ناص شفت لقطات هودة حسين شفت لها لقطات أم سوزان يعني ما أقدر أطالع يعني ما تقدر تابع ما أقدر أتابع للأمان يعني تلقين شايف حلقة هنا وحلقة هناك المدفع فعلا يا جماعة والله العظيم يأخذ كل طاقت كل مجهود يعني أنت تحضر للوكيشن الساعة ثلاث قبل الهوى بساعة ونص ساعتين ثاني شي نطلع على ما يعني نوصل لبيوتنا بعد الأذان يبينا ساعة اللاربو على ما الواحد ينفصل من شخصية مدفع الأفطار يبينا ساعة اليوم بسرعة رتمة سريعة فأنا بالنسبة لي للأسف صح فعلا مثل ما تفضلت الله لنفصل الأفطار يأخذ من وقتك أنا تابع بعض اللقطات البسيطة أرجع مثلا على ما أرجع ولا لها شارين فطور خالصين خلاص أنا بروح أتفضل أشرب أشرب صوربة أو كريم أتفضل بروحي مجرد أن تأكل بروحة تحس أن يعني ضغط خل ضغط غير لما يكون الليمعة هذا يعطيك مثلا عصير هذا يعطيك التمر يعني تحس أنك أنت ندمج معهم لكن بروحك تقعد وبعدين أنت ياي خلاص من برنامج وجهد وتعب واتي تبت تطالع التلفزيون والله ما لك هاته تطالع تبتغفي بس تبي من يفطر تحس أن جسم يبيل راح شوية يبيل يرتاح ترتاح لساعة تسعة تسعة نص يا دوبك تطلع تروح مثلا تأدي هالمواجيب مثلا تبارج والغبقات والغبقات الموجودة هذا برنامجنا اليوم بس أنا أقول لك شغلة ترى الفطور عندنا بالمدفع والله العظيم بالقصر يعني ممقصرين سواء كان المحافظة أو وزارة الإعلام بوفيهات حلوة تنزل غير هذا وهذا فيه شيء حلو يعني النقصة وهذا شيء حلو عندها الكويت فجأة تلقين واقفة وسيارة منين إلى هناك يما أنت المذيع مرات شبيرة إيه يما أنا المذيع الليايا قبل الناس قاعد تنطرت بتشوف أحد من ستافل بنا خير يما تعال أنا يايبت لكم نقصة وتعال فتش تدب وشوف وشوف يايبة حق الناس اللي موجودة أهل خير يعني فعلا اللي قالوا ديرة خير وأشكال والوان من الأكل تنزل يعني ناس نعرف من وين وناس ما ندري وغير الشركات بعد اللي ويان اللي قدمون جوائز أغلبهم ترى قاعدين ينزلون يعني أنا أحب أحسب الفطور كل يوم كم واج بأسألهم فيمكن آخر رقم وصل 2600 رقم كبير تخيلوا تقول في إنجليز يعطيك أجب أمريكي نحن تواصل معكم بس بالعربي مول إنجليزي شغلو لغنية إنجليزية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عاما بعد عام ويستمر الأجر طوال الحياة وبعد الممات إلى ما شاء الله وقفك يدوم ابدأ بالوقف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا حلو يا معتنا ويا حلو ضيوفنا اللي منورينا ومشرفيننا اليوم وياسي وعبد العزيز بصراحة اشرايكم في أداء علي كفنان وما رأيك أنت علي في أداءهم كمخرج أول شيء أبدي معكم لا نخرج تحت قبل عشان عرف نصيده على شأن إذا طب الأداء هو مخرج نحن نتغلل معنا أسراح وشايف نتجز لا أنا شاعدت فيهم مجروحة يعني ياسى أستاذة زي بلش حلو لا تختمها خلي سؤل خلي أصدق من رأي أنا البيت عندنا وائد مستهنسين على أداء ياسى حلو عزيز يعني شاكولتش أنا ويا أكثر من أخوان أنا صدكته أنا صدكت أنها هي شخصيته ومن كنا في لبنان كنت أقول لهذا الكلام يعني يمكن مو أول مرة هو يسمع مني أمانته عزيز طالع طبيعي تلقائي حق اللي عرف عزيز يعني يدري أن عزيز مو قاعد يتصنع في وائد أمور مو قاعد يتصنعها قاعد يحاول يعطيك الشخصية كما يجب أن تكون ومثل ما هو فاهمها ومثل ما فسرت حقها وشرحت وياسى مثل ما قلت السادة يعني يعيب الموضوع بطبيعته وحتى في شخصيات ساعات يقول لها ماما يعني من كثير ما هي أداية ربالها على البيت يقولون لها ماما يمكن أن يكون ماما كيف نعمل؟ عيدنا خلاص خلاص الآن عبد العزيز وياسى ما رأيكم في أداءك فنان؟ قطب راسي بقى تفضل يقول أني أنا تكون لا أصح نعم صح نعم صح نعم أول شيء أنا قاعد طبعا هذه معلومة حقيقية باليوجب علي العلي لازم ينضغط أنا ما حضرت له ولا مشهد أنا ترتفع تصوير عوض فباتر تصوير عوض وأوض مضغوط بشكل مطبيعي وعنده رهب من قبل الكاميرا ويجهز وحبتع لذا رأيب في التلفزيون للأمانة أنا صدمت تبارك الرحمن لم يكننا أول مرة يوقف جدام كاميرا التلفزيون نعم كنا لدينا خبرة سابقة في الوقف جدام التلفزيون وقنعني حلو عبد العزيز اتفضل لا الله عبد الله هو اسم شخصيته لا نحن نخلق نجاملة لأننا لا نعرف نجاملة لا نعرف نجاملة لا نحن نجامل هو شخصيته اسمها عوض نحن من كثير ما صدقناها لم نقل من نادي علي من نادي عوض سوئنا قروب بالواتساب سواءة وكل يوم نكتب أراءنا عوض حلو نهايك ماشاء الله عليه أنا صراحة من جدامه من وراء أقول علي أبدح بسرعة إبن كنت في سرعة لا معاك الشخصيته عادي وجد ما أعيش فيها نفسك يا شخصيتك إيه أنا ليس لا يا شخصيتي وياسة رأيتني أنا رأيتك أتذكرت من المتفع المتفع على طول الشخصيته يتفع أفطار يا أبي ياسة تقول لي رأيت بالمتفع ما قلتك صحيح. قاد تطبخ إنها تطبخ. أطبخ ووضع تلفزيوني في الكتب المطبخ. ولمأتمكن لديك معلومات ووأخذ معلومات. هل تلعبون الالعاب؟ قبل آخرين مجدداً؟ مساعدة إلى اللعنة. طوال ونجيب، كاذا ستتقيكم؟ أردت من السئلة خصوصاً تلفزيونيين. أردت أن هناك عروب متبخة أكثر تلفزيونية يقدمها. أريد أن أهم في أشياء حلوة أسويها لكن بصراحة طول السنة يمكن شغلة أو شغلتين تلفزيوني اللي قاعدتيني ومركز إذاعة بعد إن شاء الله العيد سيكون لدينا سلسلة معارضة الأولى صارت كلها إنسانية وخيرية وذوي احتياجات خاصة بدأناها بالدمام وإن شاء الله سيكون فيه بالرياض وبعدين مهرجان معايلة بأبها والمفروض أن هناك جولة خليجية للمعارضة الإنسانية أشعر دوري أنا أنه أكثر يكون إنساني واجتماعي متواصل مع جمهور على أرض الواقع صادقين هذا يحبب الناس يعني وايد نحن عملنا تلفزيون وإذاعة لأن الشاشة دائما تشعر أن هناك حاجز بينك وبين الجمهور أشعر أنه من المعارض لما قمت رح صارت شعبية أكثر لأن الناس قاعد تشاهدون أكثر وتشاهدون واصلة معهم وطبطبين عليهم وتوقفين معارضة والناس يعني كفاية دعواتهم وعارفونك عن قرب نجيب شجو لياي إن شاء الله نحن نلياي مع المسؤولين في وزارة إعلام نحن الحمد لله وصل لسالة شكر لأختارونا أنت متميز في صباح الخير يا كويت نكون في عام في هذا البرنامج وكذلك أنا عندي صباح الخير إن شاء الله سأكون بعد العيد مباشرة إن شاء الله سأكون في صباح الخير لكن أنا ودي بس شغلة ما ذكرناها أنا وطلال مدفع الأفطار كانت شغلة وايد حلوة اللي هو يوم القرقعان كان شيء عجيب كانت معنا الأستاذ مانا شداد وكان معنا فنان بلال شامي شيء كان الجمهور اللي إحنا شاهدناه ما شاء الله في أيام القرقعان الثلاثة عام 13-14-15 كان شيء رهيب جدا كان طلال ما شاء الله الحل بين الجمهور ما شاء الله هالي هالي سننسب قرقعان خذي لين قلبس بلال تعرفين ما يخلص منه فعلا سوينا جو قرقعان والأطفال وصلنا هالجو رئيب والله يعني أقول لكم شغلة كانوا أخواننا وتحديدا أذكر عوائل من الحسن شاهدناك أنت موجود مع الياهان وعيش الدور معاهم خيلي وأنسى نفسي مرة تعال أنسى أننا على الهواء يعني خلاص فرحان الآن معاهم مسلم مشاعل يا الله وياسر وياهم رائع مشكلة هذه يعني أنك أنت شوي تنسى أن أنت على الهواء ولأ المذيع لك راكتر معين ولأ طريقة معينة أحس أنه هو زين وشين اللي أنا قاعد أسوي أنت زين يعني من دمجة الجو اللي أنت عايشه ليس لأن أنت تكون رسمي أي ولا أقدر رسمي صعر طبيعي مع الناس صعر الجو اللي نحن موجودين فيما يخلك أنت إنسان رائع صحيح أنت تصادف الطفل تصادف المرة الشبيرة تصادف الرائع تصادف الشاب تصادف البنز أنت بالأجواء هذه صعب أنك أنت تصير رسمي لأنك أنت ليس في مكان دعوة رسمية أنت في مكان عائلي صاحب المشاركات من خارج الكويت ويوانا من جميع دول ما تشتعون ويوانا من سعودية وقطار والإمارات كل يوم عندنا عوائل من برة يعني صار مقصد وكلهم قالوا على الهواء إحنا أول من نييل الكويت على طول على متفع الإفطار مباشرة تنسيد عندنا يطلعون عندنا وبعدين عادوا يروحون تفطرون في المباركية أو كذا ويردون المملكة عربية السعودية حتى مرة سألت قلت له شرون دليت وتقول لك بجوجل ماب تخيلي تخيلي بجوجل ماب وقاعدين يقولنا هذا الشيء يحملنا ترى جماعة مسؤولية والله العظيم نخاف يعني شنو بنقدم يمكن اليوم طال عندكم يعني كانت عائلة جزائرية في رمضان ايه فعلا شواء من الجزائر أنا من الأردن من البحرين من السعودية من قطر ما شاء الله الكل يعني أيون ويشاركوا في هذا البرنامج شكر لكل ستافل عمل الصراحة فردن فردن واحد واحد وعني على رئيس فريق العمل أسامة المخيال يعطي العافية وحمد الذي كان مشرف تام على هذا البرنامج وما يقعد يقبلنا في ساعتين ثلاث وواقف على حيلة أمره واشتاب وجميع المسؤولين والله فعلا مع الوزير لكلهم ما شاء الله مخرجين ما شاء الله شيطي وطبعا شفنا الوكيل سعود الخالدي مشكور كان متواجد نعم 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 تخيل وقاعد مع الجمهور ووكيل التلفزيون حياك الله ويشجعنا ترى حلو أن يكون المسؤولين معاكم من أول يوم كذلك لدي سعد الله مساعدة محافظ العاصمة يعطي العافية الشيخ طلال خالد الصباح الذي أعطى أسرة وتلفزيون وزارة العلام جميع الإمكانيات سهلها لنا في مدفع الأفطار من إمكانيات من مجهود من فتح مكاتب محافظة العاصمة حق وزارة الإعلام لا وانتقيتها وقال اللي تابعون تابعون جوائز زيادة نعطيكم تابعون رعاية أكثر يعني إذا شوخنا وأكثر من شيخ شفت يعني محافظة أيضا الأحمد الشيخ فواز الخالد يعني حطكم في مسؤولية أن القادم لازم يكون أفضل لازم يكون أفضل بإذن الله انتقل للمسرح نحن متعودين طبعا بالعيد لازم في مسرح ألي عندك مسرح إن شاء الله عندي مسرحية ما أقول أطفال أسميها عائلية اسمها سيركو خالطين هو القصة عن فريق سيرك والأحداث التي تواجهها الفريق فإحنا خالطين بين فن السيرك وفن الدراما المسرحية مع بعض يعني نحن نرى فرقة السيرك العروض التي تقدمها ونرى بالكواليس علاقتهم في بعض وأمورهم فالعمل سيكون في فرقة السيرك حقيقية راح يكون عزكم الله ويانا حيوانات حيية على الخشاب الله وين نكون في أسد وين فهم يا بتذكره أسد هي بجيالة عند جنتين لا لا أبي باليهال وي ها بتذكره أيوان يا يوري هل تحرصونكم وتودون اليهال مسرحيات في العيد أنا بالنسبة لي إيهالي توهم يعني إذا بروح المسرحية في العيد ما حد رحي طالح اللانة لا نفطون إن زين فما عبد العزيز يعني هل تحرص أنت تتروح مسرحية في العيد والله قبل وانا صغير ايه الحين حين أنا مثل أنا وانا ايه أمانة يعني يعني ايه مخرج مسرحي لازم أنا مثلا عندي سعد عبد العزيز أقرب فرصة أروح أشوف عروضة زملائي مثلا أول تلاقي نمو بس نحضر بالعيد مرأ نبروفا بالليل ها شون نشغلكم ناقص شيء مناقص شيء وهم يهميون فبالعيد عندي جدول أحاول يعني إذا صار عندي فتشة بين مثلا كوننا طفل ساعة نخلص سبتشار فاللحق العروض المتأخرة بالليل فبالعيد أحضر كبار وورا العيد من ومن زملائي في فتشة مثلا عام المسرحية طفل صداها طيبة وشي تلاقي إني أحرص أني أحضر احنا وصلنا تقريبا لختام سهرتنا منو حابين تعايدونا أتفضل أنا تعايد منه عايد كل سؤال صعب عايد كل الناس اللي يون بمدفع الأفطار أول هوم وكل حبايبنا اللي شافونا وحتى النقاط اللي ينتقدون يعني في أياميتنا أقول يا جماعة والله ما صارت كذلك وكان في بعض النقد وبعض كذلك هم مشكورين لأنه أكيد النقد هذا بالنهاية بمصلحة أي عمل ينتقد فمدام انتقدونا يعني شافونا وأقول لكم كل عام وانتوا بخير وعيدكم مبارك نجيب وزعت عيادي والله احنا كدو لابد العيادي لازم توزع حينطرونك لعياله بظهر بعد الغدة لازم يصفون على ما قالوا بالدور توزعوا واحد والثاني هذا الكذر وهذا الكذر وهذا الكذر لكن يعني في نهاية هذا البرنامج نشكرك أنت يعطيك العافية مخرج هذا البرنامج استاف هذا العمل كل عام وهم بخير لكن لم يغنوا لي يا حلو جمعة لا سيغنوا لك شاء الله لا تأخذ الهواء تأخذ الهواء تأخذ الهواء تأخذ الهواء لكي يهدن نشكر الذين داخل الكويت والذين ومن كانوا يتابعنا الدواوين كنا ندخل الكل كان يقول لنا النقطة الفلانية موجودة قلتم الشغلة الفلانية قلتم الشغلة الفلانية نقولهم كل عام وانتوا بخير وتغبل أطاعتكم علي لأهل الكويت وعلى رأسهم سيدي حضرت صاحب السمو أمير البلاد ولي عهد الأمين وأمانة ثانية أحب أعيد على أهلي وأقولهم آسف أنا مو معاكم والحين عبدالله ولدي بس إن شاء الله وراء العيد نعوذكم على العيد إن شاء الله إن شاء الله يا سيد أعيدكم كلكم لكي لا أستطيع أعيد الحجة نفسها صعب صعب لا مصعب نعيد الكويت كفيته وفيته ونعيد كل الناس يا ربي ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والصحة والعافية يا رب آمين يا رب ويجعل الأيام الناس كلها عياد عبدالعزيز والله أنا أحب أعيد على أهل الكويت المشاهدين كلهم سواء كانوا في الكويت أو خارج الكويت تتفزيل الكويت دائما يكون لنسبة مشاهدة ليس من جمهور الكويت من الوطن العربي أنا أحب أريد دائما إن شاء الله يكونوا في أمن وأمان والسغرار وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة ومشاهدين أنتوا بعد كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك باتش رح نلتقي معكم بنفس الموعد مع ضيوف مميزين وعمل مميز مع السلامة حالنسمعكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر